اختلاف غرفة الهواء داخل البيضة وشو لازم نعمل بهيك حالات لما نلاقي غرفة الهواء وجودها اما كان شاد داخل البيضة رح نشرح برضه في طريقة ان شاء الله بسيطة ونحكي شوية معلومات بتمنى منكم التعليق واللايك والاشتراك بالقناة اهلا وسهلا بالجميع معكم انا ستيف طربة الطيور والحيوانات نلاحظ هنا ان في بيض البط البكيني او الفرنسي غرفة الهواء جاي بالوسط هون تعتبر حالة شادة المفروض غرفة الهواء تكون في اعلى البيضة من الاتجاه العارض غرفة الهواء وظيفتها طبعا تحتوي على بسمات عالية جدا ومنها بيدخل الاكسجين وبيخرج تقريبا الاكسجين التاني اكسيد الفاسد سواء من غرفة الهواء او اي بسمات موجودة داخل البيضة نلاحظ هنا البيضة التانية برضو لبيض البط البكيني او الفرنسي نلاحظ غرفة الهواء طبعية داخل البيضة موجودة في اعلى البيضة من الجهة العريضة نلاحظ كمان نمو الكاتكود بشكل طبيعي طبعا هذا في البيض البط اتعدى الخمسة عشر يوم وهو في مراحل التبريد يعني انا بطلعه باليوم مرتين وبتم تبريده حكينا عن هيك في فيديوهات قبل هيك انه اللي بحتاج بيض البط للتبريد بس اليوم موضوعنا رح يكون عن غرفة الهواء وكيف ننتعامل مع البيض اللي بكون تقريبا شاد وغرفة الهواء موجودة في وسط البيضة مختلفة كليا عن الطبيعي بهاي الحالات لازم يتم مراقبة البيض خصوصا اخر ايام رح نلاحظ انه الكاتكود عم بينمو طبيعي معناته انه الصفار والبيض وكل اشي بتكون منه البيضة داخل هاي البيضة اللي هي غرفة الهواء بالوسط طبيعي طالما انه الجنين نمى وعم يكبر وعم ينمو بشكل طبيعي طبعا هون نشوف الكاتكود بتحرك داخل البيضة هاي بشكل طبيعي وكمان البيضة التانية بينمو فيها الكاتكود وعم بتحرك بشكل طبيعي وما عنا اي مشاكل في تكوين الجنين بس اللي منحتاجه بهاي البيضة بسبب اختلاف غرفة الهواء طبعا رح يتم هون شوية تعب للكاتكود في تديير نفسه وممكن انه ما يقلب نفسه ويدخل غرفة الهواء وينقر البيضة بشكل طبيعي عشان هيك النوع هذا من البيض اذا حطنا بالفقاسة وتم فحصه بعد وجوده بالفقاسة بانه غرفة الهواء بحالة شادة او مكانها مختلف اذا تم تكوين الجنين ونموه بشكل طبيعي بدنا نعمل مراقبة لها خاصة جدا نعلم هذا البيض بعلام خاص ويتم مراقبته خصوصا في اخر ايام الفقاس موعد الفقاس الكاتكود او البيض نفسه من الراقب انه نشوف الكاتكود بتم قلبه بتم توجيهه بغرفة الهواء في المنجار وبتم كسر او نقر البيضة بشكل طبيعي او لا فاذا تعدى موعد الفقاس وشعرنا انه الامور مش طبيعية مش قادر انه يدخل غرفة الهواء وللاسف ممكن تحصل بنسبة عالية لانه بغرفة الهواء مكانها مش طبيعي مش موجود في مؤخرة البيضة من الاعلى موجودة بوسط البيضة وهذا يعتبر امر يعني معقد شوي فاحنا هون بتم مراقبة البيض بطريقة حساسة جدا باخر ايام الفقاس ممكن احتاج اني انا انقر البيضة ممكن اذا كاتكود تنقر البيضة وتاخر في الخروج ممكن كمان احتاج اني اساعد في خروجه بشرط ما يكون فيه اي انسجة من الدم او اي نزيف دموي اتأكد انه الكاتكود داخل البيضة تقريبا قمل نموه بنسبة عالية بتم نقر البيضة وفتحه فيه طريقة بطيئة جدا ومتسلسلة يعني ممكن انا اخرج بس المنقار واخليه يتنفس واخليه يعطيه كمان مجال ووقت اطول بانه يكمل هو اجراءات الخروج من البيضة في حالة ما تم خروجه بشكل طبيعي من البيضة وتأكد بشكل كبير انه البيضة نشفت ما فيها اي انسجة حية او انه فيه نزيف دموي للكاتكود بنطر نفس الوقت كمان ارفع نسبة اعلى شوية فتح البيضة بطريقة تقنية وعلمية ان شاء الله راح اصور فيديو اذا انطريت لهذا الشي مع هذا النوع من البيض المتواجد هون طبعا الاسباب اللي بتخلي غرفة الهواء مختلفة هي بتكوين البيضة من الاساس اثناء وجودها داخل الطيور سواء دجاج او بط او اي نوع في تكوين الكيرس ومكان الصفار ومكان الجنين او التلقيح كل هذا عوامل ممكن تعمل اختلاف غرفة الهواء بس ما بتكون لدرجة عالية مثل ما احنا شايفين هون جاي بوسط البيضة ممكن تكون على طرف البيضة برضه بكون عمر يعني شبه طبيعي بس هاي تعتبر شادة غرفة الهواء جاي في الوسط يعني مش مضطرفة ما اختطرف من البيضة بس راح اكمل معكم مقاطع تانية يعطيكم العافية شكرا لكم بتمنى يكون المقطع مفيد